أنت لعبت قدام 60 ألف مشجع لما وقفت قدام الكاميرا وطبعاً فرصة أنت عوزها وواضح أن أنت كمان يعني سبت الكورة علشانها ما خفتش؟ خفت من الكاميرا؟ إحنا بني قدمين إحنا بشر طبعاً رهبطها مختلفة تماماً عن كورة قادر ولكن المبدأ واحد يعني أكيد أول ما تش لعبت في الندي الأهلي أو لعبت وأنا لعيب كورة كنت خايف وأول مرة قف قدام الكاميرا برضو كنت خايف ده كان بقى أول ما أخذت الدور وإنت بتعمل التاست؟ في أي مرحلة منهم في البدايات كلها في أي مرحلة منهم أنا لو رجعت للكورة هقولك أول مرة تنرم مع الدرجة الأولى كنت خايف أخش قدت اللبس كنت خايف أنزل الملعب مع العيب توتر طبيعي يحصل لأي شاب هي الفكرة أن أنت بزلت مجهود قد إيه زائد الموهبة بتاعتك يعني عندك موهبة خلاص دي خلصانين منها بتعمل إيه بقى علشان تطور الموهبة دي ومجهودك عامل إزاي فأنا يعني أنا حاسس أن أنا كنت مستعد للتجربة عشان كده جات لي كنت قلقين بس عندك كنت قلقين بس عندي ثقة أن أنا عملت المجهود طبعا طبعا التمثيل زي وزي أي حاجة تانية بالوقت بتتحسن بالوقت بتتغير بالوقت بتكتسب خبرة فيمكن الفرصة جات من إنك ما قامت بنفسك عندك صغف نفسك مع اجتهادك ودراستك أحمد أنت أكيد زي أنا مش قول أن أنت هقول فنان أنا هقول أن أنت شخص عشان أنت عندك فنان وملحن وكنت العيب كورة فهقول أي شخص ناجح بيجي علشان يكمل في نجاح ولازم يوقف مع نفسه كده ويدي حيط التقييم إنت لو قيمت نفسك كممثل هتقول لك في مشوارك نجحت بنسبة كم في المية من نسبالك من الحلم اللي إنت نفسك فيه ما فيش حد ينفع يقايم نفسه وهو في المشوار يعني نفعش تقايم نفسك وإنت لسه بتتحرك في مشوارك طب بلاش نقول تقييم نقول أنا وصلت الكام في المية من حلمي لا أنا عمري بصي أنا أكتر واحد ناقد لنفسي يعني أنا منتقد نفسي على طوله وبحس إن فيه أحسن طول وقت فالسؤال ده بالنسبالي هقولك أن أنا لسه محقتش أي حاجة يعني فرحتي بس هي بالناس يعني لما الناس تقابلك وتقولك أنا حبيت قوي المسلسل ده حبيت قوي الفيلم ده حبيت قوي دورك في كذا حبيت قوي المسلسل البطولة بتاعك اللي عملت فيه قلت لسه هقولك رغم أن أنت عملت بطولة لسه مش راضي طب إنت إيه إيه اللي إنت يرزيك عشان تحس إن أنا إنتي تبقى ساتسفايد إنتي تبقى إراضي لا بصي البني آدم بالزاد في المجال الفن اللي يحس بالرضا يخاف يقع يقع أول ما تحس إنك آه أنا كده تمام خلاص مش هيبقى فيه باشن مش هيبقى فيه شغف مش هيبقى فيه طموع فبالعكس أنا طول الوقت أحسس إن أنا لسه في الأول طول الوقت مين اللعيب اللي أنت شايفه إنه ينفع ممثل زيك ده فيه كتير بيلعبوا بيلعبوا أولا بطلوا سواء كده أو كده طيب اللي بطل طبعا طبعا بركات كان هيبقى ممثل كوميدياني رائع سعد سمير بس سعد لسه بيلعب سعد يقدر يمثل عادي جدا ومن ناس اللي بحبها نيم تاني كان ممكن يمثل تفتكر إن التمثيل بس يحتاج مثلا للعيبة الكرة بس خفة دم يعني مش بحتاج حاجات تانية يعني إحنا مثلا بنقول إن اللعيب ده ينفع يلعب لما يكون خفيفة دم بس ولا هو محتاج مثلا بس التمثيل مش خفة دم لا مش خفة دم بس بس أنا بقولك المواصفات ليه يعني لأن دول دمهم خفيف فممكن يتوظفوا كويس في دول في المكان ده اه يعني أسهل من لأن الكوميديا بتاعتها مواضحة وصريحة فممكن تتوظف الدراما محتاجة دراسة والتمثيل اللي بجد اللي هو فيه دراما وفيه شخصية وفيه كاركتر بتبني ده بحتاج دراسة فمقدرش حكم على لعيب كورة دلوقتي ما شفتوش في اي حاجة او بيعمل برامج او بيعمل انتروفيوز بس ان انا حكم عليه انه يقدر يمثل ولا بس طبعا فيه لعيبة كتيرة شكلا تنفع 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 يعني تمثل شناوي ينفع يمثل السولية ينفع يمثل شكلهم كاريزماتيك يعني لازم يكون جاني يعني تقصد طول بالضبط هما كاريزماتيك يعني وشه فيه قبول يعني كاميرا بتحبه زي ما بيقول ايوه صح طيب نرجع لكورة تاني المحلل الرياضي اللي ممكن تستنيه علشان تسمع